دائماً بالجروب أو بالجامعة أكو الأصدقاء النصوحين أو يقدمون النصائح والملاحظات شون تشوفيهم؟ يعني مرات أكو نصائح غلط اللي هي تقودنا للسلب أو تقودنا للطريق الغلط أو هما من خلال أفكارهم السلبية اللي يحشون عقلنا بها راح إحنا ننجبر أو ننقاد وياهم ونمشي بالغلط لكن من نوقع بالغلط نقول إن إحنا غلطانين وشون مشينوا وياهم ومرات أكو النصوحين الإيجابيين شون نقدر انفرزن أو أنت كطالبة سابقاً أو أنا كطالب يعني حتى أنا كنت طالب حال البقية شون نقدر انفرزن أو شون نقدر أنه نقول هذا صح جاي نصحنا لمصلحتنا أو هذا إذا أنا سويت علاقة ويا طالبة وكنت نفكر أنه العلاقة تصير علاقة سلبية أو مجرد أنه أربع سنوات أقضيها وقت وبعد الأربع سنوات راح أنه أكثر سيم كارت أحضرها وخلاص شون راح نقدر نميز بين هذا الشخص الناصح الإيجابي وبين الشخص الناصح السلبي اللي هو راح يجرنا للغلط أو السلب يعني أنا من أباوع من أخذ نصيحة من شخص أشوف هو حياته يعني أكو ناس صاحب عمر صغير بالجامع لكن تشوفه عنده مثلا عمل الخاص نعم هذا من يجي ينصحني مثلا يقول لي أكفد عمل مناسب إلي أو هاي المادة مثلا إذا هو طالب متفوق يقول لي هاي المادة هي الأهم أو مثلا يعني على سبيل المثال في الامتحانات أو الشيء أنا أخذ النصيحة من شخص هو عنده تجربة ناجحة بهذا المجال الذي ينصحني به نعم أخذ نصيحته إذا هو شخص مثلا مهمل بدراسته ويجي يوجهني فيه دراستي يقول لي لا طبعا أكيد ما راح أخذ نصيحته أو هو ما عنده فد عمل ناجح بحياته ويجي يقول لي هذا عمل مناسب إليك أكيد ما راح أخذ نصيحة شخص هو لنفسه ما مقدم شيء فأينيش حتى أصدق شخص يعني خلي ينصح نفسه من البداية يلا يصدق ممكن يعني أخذ منه نصيحة أصدقها أقول هو يعني مش تغل على نفسه فعلا